موسيقى كان عمل استفتاء كده من الشباب اللي مش ملتزم وكان الاستفتاء حوالين سؤال واحد بس السؤال ده بيقول مين يا شباب فكر ان هو يلتزم بجد وخد قرار بس ما نفزوش كان نتيجة الاستفتاء رهيبة جدا ومزهلة كان نتيجة استفتاء 92% من الشباب قرر يلتزم بس ما خدش القرار ومنفزوش ليه؟ ليه ان عدد الملتزمين مثلا بيقى حوالي 5% لكن نفسهم يلتزموا 90% الفرق ده فين؟ الفرق ده عنده مخاوف والمخاوف دي أغلبها وهم حقيقي بمعنى الشاب مثلا يقول لك انا مش هلتزم لي مش عايز تلتزم يقول لك اصل الدنيا دي الالتزام ده عايز ناس مثالية وانا مش مثالي الناس ما بتغلطش وانا بغلط مين قالك ان الناس الملتزمة ما بتغلطش ربنا سبحانه وتعالى وصف المتقين في سورة العمران بقوله تعالى والذين اذا فعلوا فاحشا او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفروا الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا يعني وصفهم نما بيغلطوا بس سؤال فرق بين الملتزم وبين اللي مش ملتزم الملتزم بيغلط بس بيتوب بسرعة اللي مش ملتزم بيغلط وبيفضل يغلط ومش بيتوب بس لكن الطريق مثالي او بس اللي ماشيين فيه مش مثاليين الحاجة التانية انه هو يقول لك انا خايفة حرم السعادة وده وهم تاني سؤال من الذي يملك القلوب القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف أشاء من اللي يملك السعادة من اللي يملك انه هو يشقيك ربنا جل في علاه اللي قال ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة تنضن كالعكس طريق عدم الالتزام وطريق التعاسى ربنا قال في سورة النحل من عمل صالحا من ذكرين أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ربنا قال في سورة النجم وأنه هو أضحك وأبكى تمام هتجد السلف لما زاقوا حلاوة الإيمان طلع منهم كلام جميل إبراهيم بن قدم يقول لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف مستني إيه هيقول لك أصلا زنوب كتير أنت مش متخيل أنا زنوب كتير والموضوع معي أكبر مما تتخيل الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه دوت يعني موضوع ما ينفعش أن احنا نتكلم فيه ليه؟ لأن النظر مش بيكون لحجم المعصية إنما النظر بيكون لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى فين زنبك أنت من رحمة الله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الزنوب جميعا إنه هو الغفور والرحيم ما فيش زنب كبير على ربنا ما ينفعش تقول كده يقول لك طب أنا ممكن أخسر أصحابي لو ألتزمت مين قال لك هتخسر أصحابك؟ أه أصحابك في الأول هيحربوك ويعملوا مشاكل بس بعد فترة هيحترموك وبعد فترة هيقلدوك في ناس هتخسرهم؟ في ناس عدد هتخسروا لكن ربنا هيعوضك بدلهم كتير من أهل المساجن ومن أهل دور القرآن ومن أهل العلم ربنا هيعوضك يقول لك أصل الناس هيقلسوا عليك ما تقلقش من أرضى الله بسخة الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس مش كده أخونا يبقى لازم أننا ما نخفش من الطريق دوت ونسلك الطريق ده ثقة في الله سبحانه وتعالى أنا عايزك تسأل واحد ملتزم من زمان هل أنت ندمان على القرار اللي خدته ده ولا مش ندمان هل أنت لو رجع بيك الزمان كنت هتلتزم برضه ولا مش هتاخد القرار ده وعايزك تسأل واحد بقاله سنين مش ملتزم وعمل كل حاجة في الجمعة مخدرات بنات حشيش سجاير كل حاجة عملها قل له في وقت صافي كده وهو منصف قل له أنت ندمان على اللي عملت ولا حيقول لك ندمان قل له لو رجع بيك الزمان هتعمل كده تاني لو بفعلا نتكلم من قلبه حيقول لك مش هعمل كده تاني مستني إيه ده اللي عمل معصية نفسه بيقول لك ما تسلكش الطريق دوت طريق الله سبحانه وتعالى اخواننا بينك وبينه وهم مخاوف اللي بيدعوك إلى الطريق هو الرزق نفسه هو الكريم نفسه هو اللي يملك مستقبلك وحياتك وموتك واللي بيصدك عن الطريق هو عدوك اللي دود اللي وعد ربنا سبحانه وتعالى ان هو مش هيهدى لغاية ما يهلكك قال فبعزتك لأغوي أنهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين هتصدق مين و هتمشوا رمين الشيطان يعدكم الفقر و يأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه و فضلا والله واسع علي و من أصدق من الله قيل و من أصدق من الله حديثا خش طريق الالتزام ما تخفش طريق جميل طريق يعني عظيم ربنا يرزقنا و إياكم الهدايا و الالتزام السلام عليكم و الحمد لله